بسم الله الرحمن الرحيم وهي معجزة الترتيل قدرة هذا الكتاب وإمكانية ترتيل هذا الكتاب هذه معجزة بحد ذاتها دعونا نتأمل هناك خصائص يتميز بها القرآن ومنها قابليته للترتيل فالقرآن هو الكتاب الوحيد في العالم الذي يرتله ملايين الناس بينما نجد بقية الكتب المقدسة عند أصحابها لا أحد يستطيع أن يرتلها مثل القرآن هذه الميزة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه قال عز وجل وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل يعني سبحان الله حتى الأطفال الصغار يرتلون هذا القرآن وبالملايين هذه المفارقة يعني أنك تجد كتاب ضخم مثل القرآن وبلغة عربية متينة جدا وصعبة جدا يستحيل تقليدها أنك تجد أطفال صغار يعني خمس سنوات سبع سنوات أطفال يحفظون ويرتلون هذا القرآن بشكل سهل جدا وهنا نتساءل لو كان هذا القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم كيف تنبأ بأن كلامه لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة أو غيرهم كيف تنبأ بأن هذا الكتاب سيرتل إلى يوم القيامة ورتلناه ترتيلة إن هذه الظاهرة ظاهرة أو ميزت يعني قابلية الترتيل لهذا الكتاب العظيم وقابلية حفظه من قبل ملايين الناس أكبر دليل على أنه كلام الله ونتحدى أن يأتون بأي كتاب يستطيع الطفل أن يحفظه بسهولة غير القرآن الذي قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر